وبالغتام عندي كلام تعالوا خلينا نحسبها بشكل منطقي ونشوف احنا هسه من مصلحتنا نقاتل لولا مثلا في سماء بلدنا يومية اكو ازجاد من 270 الى 300 طائرة تفوت كل وحدة تنطينا 450 دولار احسبوا وانطوني شقد هاي الفلوس اللي تجينا بشكل يومي بعد الفوضى بالمنطقة 23 مؤسسة طيران بدلت اتجاهاتها والرحلات انخفضت بنسبة 25% الملايين من الاموال اللي يحتاجها البلد نفقدها وخطوط النقل ايضا مع دول العالم جاي نفقدها هاي احنا جاي نحتي بتفصيلة بسيطة جدا بالدولة على الكل ان يفهم انه امريكا او الكيان او حتى ايران هاي الدول تستطيع تتعافى لينعدها صناعة واقتصاد وسياسة قوية وبكل بساطة يمكن ان يتفقون وتفض الليلة بس قلولي احنا شلون احنا اذا دخلنا بهذا النزاع الله وكيلكم حنفقد المال والبنون تصبحون على وطن عامن في امان الله